احنا لسه ما بدينا الاختبار احبت تقول شي؟ لا 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 بس تكفين الخلافات القديمة حق الاصطراحة اللي هو شاتو هذي اللي ادخلينها بنتيجة المحد اكيد طبعا الشغل شيء والعلاقة الشخصية شيء ثاني كافوا والله يا مدير تجيبت لي شاهي افو عليك لازم ندلك اسفا اسفا جاك شيء؟ لا لا عادي عادي ما في شيء انت متأكد انت كويس؟ ايه يا بنت حلال دائما اصلا انكب علي بالبيت لبن وشاهي ما اقول شيء انا برايبو عامر هذا كان اختبارك وانت نجحت فيه ألف مبروك عليك الرخصة انا ايه يا جلنة؟ غريبة معني دائما ما انجح له من الدورة الثانية لا ضح لا ضح لا ضح حيو عامر حيو عامر ايها اسفا اي مرح موغ حيو عامر يلا وش اللي نلقالها بنت الحلال؟ بنات الحلال هم اللي يدورونا الحين يا حظ هي اللي اثنيها كبر زيه واخذ الرخصة واعرس شف يا عامر ام علي وام خالد وام حسين وام محمد وخواتهم وجيرانهم كلهم يقولون نبي نزوج بنتنا العامر عجل عطيني ملفاتهم انا بدرس اوضاعهم واشوفوا ش اللي يناسبني وقل لي لهم برد لهم بعد اسبوع ان شاء الله او بعد شهر اوكي والله يكتب لهم اللي فيه خير طب حامر بسألك ماشي محمد معك في المعهد؟ معليش اختي من معي؟ عامر بلا استهبال ما شفته؟ الا شفته محمد كل ما دخل اختبار سقط ورجع من جديد يعني الحين رخصة المعهد الذهبي محمد ما خداها وخدتها انت امحق رخصة والله سلام يا عيال ماذا؟ براكم تكلموني كذا مستانس انتوا رخصة اك؟ اكيد مستانس شف العروض اللي يجتني مالذة وطاب بيضة، سمرة، طويلة، قصيرة، جامعية، سيدة اعمال، عاطلة، موظفة، كيرلي، ستريت الله لا يحير مسلم حتى من كيرلي خطفوك فقيء يعني كيرلي شهر زي كذا فلافل عن حين باسألك يا عامر حنا يا العيال مشروطين من البنات رخصة وغثة وقروشة البنات، من شرط عليهم رخصة؟ ايو والله صح، هذي شلون راحت علي؟ تكفى يا عامر، لا تتزوج واحدة منهم إلا شرط عليها رخصة يا عامر، اشرط عليهم مثل ما شرطوا علينا وانت اطلع من الموضوع، احنا بنسوي الاختبارات ونسوي كل شيء وما لك اللي عروس، مفصل عليك تفصيل تم، اجي لهو الملفاي، سم اشتركوا في القناة